من اليوم ستوضعي شعر المكرد و شعر الحراش الذي محشن بك و الذي لا يقلس و الذي يوقفك و الذي عنده لانطيرات اليوم سأعطيكم هذه الوصفة لقسامة بالله العلي العظيم و رب يشاهد علي و رب يشاهد على ما اقول هذه الوصفة لمشي تدرسي هارة والله ستحبيرات قدرسي الكيراتين على الكوافورة ترطيب خاطر 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 و وعر بزافة البنات و قسامة بالله سأحلف ستتقوم بجميع الناتجة لانا احلف انا اصدقاء انا اللي سنتعتدمها البنات سأشوفوا داميري ميكي خلينيش نحط لكم الوصفات للتخارباق ايه كينين وصفات للتخارباق ولكن ما كنحطوه مشى البنات انا كنحط لكم الوصفة اللي كنجربها على راسي و على راس بنتي يعني ما كنحط لكم شي حاجة اللي غيها كيك مهمة البنات الله الرحم بيا الوالدين انا مزوجة فيكم خليوا لي لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم انا مزوجة فيكم والله لو ليتوا كتنسوني من اللي لايك ديالكم والتعليقات وبالنسبة دول مسيمية من المشرارات المغيارات ارى عارفكم يا ختي ما غتحطيش لي لي لايك باينا غتحطي لي لي ديز لايك ولكن الحمد لله يعني اللايكات كتر من ديز لايك هذا هو اللي كان هذا هو اللي يعجبني يلا البنات فارقوا لي الفيديو باللايكات ديالكم و التعليقات سوف نضع لكم الوصفات التي جربتم و أعطوني نتائج خطيرة و أعرب واحد القادية نقول لك تفرج فيها في الفيسبوك لا يوجد هذا الصفحة التي تفرج فيها بنتي لا يوجد هذا الصفحة هذه الصفحة شافرة لي الفيديو و الأتعب و المحين و ربما ينتاقم منه و لا ينتاقم منك في هذه العواشر و أنت تفرج في هذه الصفحة في الفيسبوك لا يوجد خاطر كما تفرج في الفيديو و ما يجب عليك؟ أعيب و عار لدينات منكم السينيالي و ليس طلبت منكم سينيالي و الصفحة في الفيسبوك أنا أمزوجها فيكم في الزلافة أوراق السيدر سيأت أوراق السيدر ستأخذ أوراق السيدر على حساب الطول و الكثفة اه بالنسبة لهنا يا ردرت تقريبا شي ثلاثة المعالق يكونوا عامرين او لاربعات المعالق ممسوحين فهمتو يعني هذا هو القياس كان شعرك طويل ديلي ستة المعالق خمسة المعالق كان غي يقصور ديلي غي يجوج معالقات يعني كافينك يعني يعني على حساب كل واحد هنا البناس غادي نخلطو بالماء غادي نخلط نزيد في الماء يعني ما جيوش تكبو الماء في دقة واحدة إلا جيتي كبيتي يختي الماء كله في دقة واحدة يعني الخالط غي يجريه لك نحن ما بغيناش الخالط يجريه بغينا يكون تقيل هنتو ما غا تشوفوا معي البنات في الفيديو يعني كيفاش بغينا نحصلو على الخالط هنا هي البنات غنق نخلط ونزيد نخلط ونزيد حتى نحصل على عجينة تقيلة نوضي نوضي البنات حيدوا عليكم العقز والله يلعبتوا راف تدخلوا عندي الانستغرام كتقولوا يا والله اختيعت اينا شي وصفة للعقز العقز اختي رم عندوش الوصفة راهتي خسك تحييدي على راسك يعني نوضي تحمسي ونوضي يقولين خسني ندقاد شعري الصيف جاي غادي خسطو يكون رطيت طب خسطو يكون طويل خسطو يكون يعني يزوين عندو واحد اللماعان في الشعر ديالي ولا وجه ديالي ولا رجيلات ديالي في مكان عندك المشكي لعال جيد رك اختي يعني ما تسني اختي تيجي الصيف هذا شي اللي كتديري في البرد وليك يبالك في الصيف يعني احنا في الصيف ارىكم عارفين يعني كتطلق الشعر يعني اللي كتديره شوار اللي كتديره شوار ركت نوض في البرد كتديره الزيف على حسب شتاو ذك شي ولكن في الصيف لا خسك اختي تلقي يدك الشعر ويلا كان ذك الشعر اللي جيك سحالته ما عليك إلا بهاد الوصفة هذه الوجه ديالك هو كان حالته نضغت تلالية في الوجه ديالك و رجيلاته و الجسم ديالك كل شيء قال المشكلة عندك نضي عالجي مهم هنا هي البناس كما تشوفوا بقيت كان نخلط و نزيد في الماء و نخلط و نزيد الماء الماء بالنسبة اللي غتسووني على الماء واش دافي ولا عادي عادي غير من روبيني غاهية هنا هي كتبقى صعب باش ماليك تكبي الماء ما كتبغيش تحرك بالزربة حاولوا ما امكن خدموا الليمنا بقيت ضربة 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 حتى كتخلط لك و كتولي بحال هاك الشكل هادا عادي ما تشوفوا شتوا البناس يعني خسنا نحصلوا على هاد الخالط هادا من بعد هنا كما كتشوفوا غادي نزيد البنات اللي عندها شعر هناشف ناشف بزاف كرد يعني ذاك الحرش بحال جيكس اه تدير لي اياه جوج صفر ديال البيض يعني ضروري تديري صفر ديال البيض جوج صفر ديال البيض إلا عندك اختي شعرك عادي يعني غير بغيتي تزيدي ترطبيه تزيدي تديري بيضك كاملة هنا البنات انا غادي ندير صفر ديال البيضة واحدة حتى الشعر قصور بزاف 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 يعني فتكتيب ديال الشعر وفترطيب أختي شيخ منك يعمل اختي ديري زيت الكوك زيت العادية زيت البلدية زيت مهم اختي متوفرة عندك غير نوضي ديري لي الوصفة وهذا ما كان هنا سنزيد واحد معي صغيرة ديال العسل طبيعي هنا كما تشوفو مع الجامد يا الله هي ديك معي مع الجامد نص معي ديال العسل ولكن من اللي غادي الدوب رغت ولي معي هنا البناس غنبقى نخلط في الخالط ديالي حتى يدوب لديك العسل اللي كينا لداخل جربوا البناس هذه الوصفة قسامان بالله العليل العظيم شوفوا البناس كنقول لكم انا كنعطيكم تحدي ما اللي لم اعطيتك نتيجة اه الوصفة رجعت ديختي حدي هي اللايك ديالك المتابعة وحدي التعليقات وصبيني وعيريني وما تخلي ما تقولي لي هذا اللي كينا لا عجباتك الوصفة ما عليك إلا تدري لي واحد لايك وتعليق وما كنتش متابعيني تابعيني هذا اللي كينا نخصي اشتو البناس هول خالط تشوفوا كي ولا اشتو هول يكون عاقد اشتو إلا جريتو هرم خلطة موالو هاديك غاي سيري لوحياء حاولوا مدلية كبول ما متقاش كبوه بزاف كبوه بالقياس وخالطوه حتى تتحصلوا على النتيجة هذي مهمة البنات طريقة الاستعمال اللي هي السهلة تاخدوا الوصفة هذي تدريها على الشعر ديالك بحش كل حنة إلا كتعرفوا البنات كيفاش تستعمل الحنة تدار على الجذور وعلى الأطراف على كل شي يعني تدري شعرك كامل ما اللي كتبغتي غسليها ركت تغسل بسهولة يعني متخافيش من هذيك الشي اللي غتدري يعني تطلصي الراسك متقولش انه غيو حلغي كي قيسول ما كيرطعب مهمة البنات كتدري على الشعر ديالك ومن بعد كتخليه المدة ديالجو سواف الشعر ديالك ومن بعد كتغسلي عرفتوا البنات النتيجة واعرة 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 بزاف كنتمنى البنات بشو تجربوها وتردوا علي الخبار ودروها البنياتكم البنات اللي كتدخل عندي تقولي بنتي شعرها حرش هذي البنات ممكن ديروها من عميل فوق ممكن ديروها البنيتة ديروها لوليدات وهذا ما كان البنات وراها واعرة واعرة بزاف يلا البنات ما تنسونيش من لايكات نزلي ده باختي خليلي وحد لايك وتعليق السلام عليكم